اهلا بكم طلاب ودكاترة وبشمهندسين الصف الخامس ابتدائي ما حل تدريبات تدرب على الدرس السادس من الوحدة 11 صفحة 163 من كتاب الأضواء اكمل ثم اوجد الحجم لكل أشكال هندسية المركبة الآتية عايز احسب الحجم ده كله عايز اعرف الحجم الأول بكام وحجم التاني بكام وكله مع بعضهم بكام نمسك الشكل الأول نعرف أبعاده طوله عرضه ارتفاعه الشكل الأولاني بيقولك أن الجزء ده بخمسة يبقى خمسة فيه ارتفاعه باربعة فاربعة فيه العرض بتاعه بخمسة خمسة فيه خمسة بخمسة وعشرين خمسة وعشرين أربع مرات يبقى مية يبقى مية سنتيمتر مكعب نمسك التاني المتوازل الكبير ده بعشرة فيه عرضه بخمسة فيه ارتفاعه كله بتسعة نحسب ده كده تسعة في خمسة بخمسة واربعين خمسة واربعين في عشرة بربعمية وخمسين أخر واحدة نجمحهم مع بعض سفر زائد سفر 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 زائد خمسة خمسة واحد زائد اربعة خمسة يبقى خمسمية وخمسين سنتيمتر مكعب الحجم التاني نمسك شكل أول بيقولك أنه بستة فيه هنا خمسة فيه الجزء ده هو جالك أنه باربعه يبقى فاربعه ستة في خمسة بتلاتين تلاتين فيه اربعة نزل سفر وثلاثة في أربعة بطناشر بيجي مية وعشرين سنتيمتر مكعب نمسك المتقاضي التاني ده ارتفاعه بخمستاشر بيحاجول خمستاشر فيه أربعة فيه تلاتة أربعة فيه خمستاشر يطلع بستين ستين أضربها في تلاتة هنزل السفر وثلاثة في ستة بطمانتاشر تطلع مية وتمانين نجي نكتب مية وتمانين الحجم الكل نجمحه مع بعض سفر زائد سفر سفر اثنين زائد تمانية عشرة سفر معي الواحد واحد 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 يبقى تلاتة يبقى تلتمية سنتيمتر مكعب نمسك الحجم الاول ونشوفه بكام ده كله بيقولك النواب اتناشر بس انا معرفش الجزء ده بكام طب التحتي ده بستة يبقى ازا ده بستة ودي ستة عشان يبقى اتناشر يبقى دي بستة هجول ستة في دي بتمانية ستة في تمانية بتمانية واربعين تمانية واربعين في تلاتة تمانية واربعين في تلاتة تلاتة في تمانية باربعة وعشرين اربعة معي الاتنين تلاتة في اربعة باتناشر ومعي اتنين يبقى اربعة واربعين مية اربعة واربعين نمسك الحجم التاني ده بعشرة يبقى عشرة في تلاتة في ستة تلاتة في ستة بتمانتاشر 18 في 10 بمية وتمانين نجمحهم مع بعض هنا 4 زائد 0 أربعة 4 زائد 8 12 2 معايا الواحد 3 وحايد يبقوا 3 يبقى 324 متر مكعب نمسك الشكل الأول ده باربعة في 3 في المفورد ده كله بعشرة بس بيقولك ان الجزئية دي بس لوحديها واخدها 6 فانا معرفش دي بكام بسيطة يبقى حقول عشرة شيل منهم 6 هتطلع دي باربعة يبقى 4 في 3 في 4 3 في 4 بـ 12 12 في 4 يطلع بـ 48 48 سنتيمتر مكعب حجم توازل المستطيلات التاني اللي هو ده ده مدوني بعشرة في 2 في 3 2 في 3 بـ 6 6 في 10 بـ 60 يبقى ستين سنتيمتر مكعب نجمع تمانية زائد سفر تمانية 4 زائد ستة عشرة يبقى مية وتمانية سنتيمتر مكعب حجم توازل المستطيلات الأول من الدهوني بستين في ده باربعة في تلاتين تلاتة فاربعة بـ 12 12 في 6 ستة عشرة بـ 72 بقى 72 وحنزل السفرين دول يبقى سبعة تلاف ومتين حجم توازل المستطيلات التاني ده بستين في 30 في ارتفاعه مدوني بعشرة ستة في تلاتة بـ 18 18 في واحد هي هي 18 وحنزل تاتة صفار دول هتبقى 18 ألف سنتيمتر مكعب بعد كده الحجم نجمحه مع بعض يوم سفر زائد سفر 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 زائد سفر سفر اتنين زائد سفر اتنين تمانية زائد سبعة خمستاشر خمسة ومعي الواحد واحد واحد وبيجي اتنين حط فصلة بعضها الترقام بيجي 25 ألف ومتين سنتيمتر مكعب نمسك الشكل ده دي نشوف الشكل الأول ده بارباعة في واحد في اتنين أربعة في واحد بارباعة أربعة في اتنين بتمانية متر مكعب بعد كده نمسك الشكل الثاني اتناشر في واحد في اتنين هتطلع الخلاصة بارباعة وعشرين نجمحهم علشان نجيب الحجم الكل تمانية زائد أربعة وعشرين يطلع اتنين وثلاثين متر مكعب أجب عن الأسئلة الآتية ما حجم متوازن المستطيلات المقابل نضرب أربعة في اتنين في خمسة أربعة في اتنين بتمانية تمانية في خمسة باربعين والتمييز متر يبقى نكتب متر مكعب ما الحجم الإجمال المتوازن المستطيلات المتكون إذا وضعت اثنين من الشكل إحدى هما فوق الآخر يعني هو باربعين عايز أحط تحت واحد تاني باربعين يعني يطلع خلاصة بكام بتمانين متر مكعب ما حجم متوازن المستطيلات المقابل ده بواحد في اتنين في احداشر احداشر في اتنين باثنين وعشرين والتمييز متر يبقى نكتب متر مكعب ما الحجم الإجمال المتوازن المستطيلات المتكون إذا وضعت اثنين من الشكل إحدى هما ملتصق بجانب الآخر هما هما حقول اتنين وعشرين زي الاثنين وعشرين هطلع أربعة واربعين متر مكعب لاحظ المجسمات الآتية ثم أجب ما حجم متوازن المستطيلات الأكبر في أسفل الشكل الهندسي المركب نضرب سبعة في خمسة في تمانية سبعة في خمسة في تمانية سبعة في خمسة بخمسة وثلاثين خمسة وثلاثين في تمانية خمسة وثلاثين في تمانية تمانية بخمسة باربعين سفر معايا الأربعة تمانية فيه تلاتة باربعة وعشرين اربعة وعشرين ومعايا اربعة يبقى تمانية وعشرين يعني 280 التمييز سنتيمتر يبقى سنتيمتر مكعب ما حجم متوازي المستطيلات الاصغر فيه اعلى الشكل الهندسي المركب ده باتنين وده بخمسة وده باربعة يبقى اتنين في خمسة فاربعة بيساوي اتنين في خمسة بعشرة عشرة فاربعة باربعين سنتيمتر مكعب ما اجمال حجم الشكل الهندسي المركب نجمع الاربعين معان 280 بيساوي سفر زائد سفر سفر تمانية زائد أربعة تناشر اتنين ومعايا الواحد اتنين زائد واحد تلاتة يعني 30 سنتيمتر مكعب 320 سنتيمتر مكعب ما حجم الشكلين واحد واثنين معا نحسب الشكل الأول شكل واحد ونشوفه بكعم مديني دي بعشرين ودي بخمسة العرضهم مدوني باثنين يبقى عشرين في خمسة في اثنين عشرين في خمسة بمية مية في اثنين بمتين سنتيمتر مكعب جبنا الشكل الأول الشكل الثاني بيساوي اثنين في اثنين في تلاتين اثنين في اثنين في تلاتين بيساوي تلاتين في اثنين بستين ستين في اثنين بمية وعشرين سنتيمتر مكعب نجمع بقى الشكلين مع بعض واحد طلع بمية وعشرين والتاني طلع بمتين نجمعهم مع بعض سفر زائد سفر سفر واثنين زائد سفر اثنين واحد زائد اثنين يبقى تلاتة يعني 320 سنتيمتر مكعب ما حجم الشكلين الثاني والثانية معا علما بأن أبعادهما متطابقة يعني نجل أبعادهما متطابقة يعني هما نكد بعضيهم الأول أنا حسبته بس أنا مش عايز الأول عايز أحسب التاني التاني حسبته طلع ب120 طب هو بيقول لك متطابقين يعني 120 زائد 120 بيساوي 0 زائد 0 0 2 2 4 واحد واحد يبقوا اتنين يبقوا 240 سنتيمتر مكعب ما إجمالي الشكل الهندسي كله عايز أعرف الشكل الهندسي كله بكام هو أجل لك أن الشكل التاني والثالث دو المتطابقين جماعتهم أنا أطلع ب 240 يبقى حقول 240 زائد الأول طلع حجمه بكام لما حسبته أهو طلع ب 200 يبقى حجمه مع المتين نجمع كده 0 زائد 0 0 و 4 زائد 0 أربعة و 2 زائد 2 أربعة طلعت 440 سنتيمتر مكعب فكر ما الحجم الإجمالي الناتج من تجميع نموذجين من متوازي الأضلاع أبعاد إحدى هما خمسة أربعة أربعة وكل بعد في متوازي المستطيلات الآخر يساوي أربعة هنشوف كام خمسة في أربعة في أربعة نشوفهم دولة بكام زائد التاني كله أبعاده بأربعة يعني متساوين مع بعض يبقى حجول أربعة في أربعة في أربعة نحسب دولة ونحسب دولة ونجمعهم مع بعض خمسة في أربعة بعشرين عشرين في أربعة بتمانين زائد أربعة في أربعة بستاشر ستاشر في أربعة نحسبها ستاشر في أربعة أربعة في ستة بأربعة وعشرين أربعة ومعايا إلى اتنين أربعة في واحد بأربعة ومعايا إلى اتنين يبقى ستة طلعت أربعة وستين يبقى زائد أربعة وستين سفر زائد أربعة أربعة و 8 زائد 6 14 طلعت 144 سمتر مكعب تطبيق اقرأ ثم اجب اوافق او لا اوافق قام احد التلاميذ بحساب الحجم الاجمال الناتج من تجميع متوازيه مستطيلات احدى هما حجمه 24 سمتر مكعب والاخر حجمه 12 سمتر مكعب عن طريق حاصل ضرب الحجمين هل توافقه؟ طبعا الاجابة لا اوافق لان مجموع الحجمين هو الذي يدل على الحجم الكل اختبر نفسك حتى الدرس السادس اختر الاجابة الصحيحة المربع شكله نقاط الابعاد سنائي الابعاد مساحة مستطيل طوله 9 سم وعرضه 5 سم في المساحة بنضرب الطول في العرض 9 في 5 بـ 45 سمتر مربع حجم توازي المستطيلات الذي ابعاده 9 و 5 و 4 يساوي نجة سمتر مكعب نضرب 9 في 5 بـ 45 45 في 4 4 في 5 بـ 20 0 معايا 2 4 في 4 بـ 16 و معايا 2 بـ 18 تطلع 180 سمتر مكعب اكمل ما يأتي عدد اوجه الاستوانة نقاط وجه وكل الوجه على شكل نقاط الاستوانة لها كم وجه لها وجهين بعد كده وكل الوجه على شكل دائرة حجم توازي المستطيلات بيساوي الطول في العرض في الارتفاع او مساحة احد اوجهه في البعد الثالث اذا كان عدد شرائح متوازي المستطيلات 3 شرائح وفي كل شريحة 9 مكعبات فان حجم متوازي المستطيلات بيساوي هنضرب 9 في 3 بـ 27 وحدة مكعبة متوازي المستطيلات طوله 60 سنتي وعرضه 30 سنتي وارتفاعه 10 سنتي فان حجمه هنضرب 60 في 30 في 10 نزل 3 تصفار اهم انتي بعد كده 3 في 6 بـ 18 18 في 1 هي هي 18 هتطلع 18 ألف سنتي متر مكعب اوجد الحجم الكل لكل من الشكلين هندسين المركبين قاتين نحسب الشكل الاول بقى اخش على الشكل التاني الشكل الاول الحجم الكل بتاعه عايز اعرف حجم الاول وحجم التاني نقول الاول ده 2 في دي بخمسة في ارتفاعه دي بخمسة ودي باتنين يبقى مع بعض كده بسبعة 2 في 5 بعشرة 10 في 7 بسبعين يبقى ساول بسبعين تعالي نحسب التاني دي بستة ودي باتنين ودي باتنين يبقى 6 في 2 في 2 6 في 2 في 2 6 في 2 12 12 في 2 بـ 24 نجمع دول مع بعض 0 زائد 4 4 و 2 زائد 7 يبقى 9 يبقى 94 متر مكعب ده باربعة في 12 في 1 12 في 4 بـ 48 يبقى ده بـ 48 تعالي نحسب التاني 4 في 1 في 12 4 12 في 1 وهو باردو يطلع زائده بـ 48 48 زائد 48 يطلع 96 سنتيمتر مكعب لاحظ المجسم التالي ثم أوجد الأبعاد والحجم أبعاد الشكل هي 1 2 3 يبقى 3 مكعبات 1 2 3 4 ضب 4 ارتفاع 1 2 2 نضربهم في بعضهم 3 4 2 3 4 12 12 2 24 1 مكعبة دعمنا بالاشتراك بالقناة لسألك كل جديد شكرا شكرا